هنشوف أفضل أربع حالات في الأسبوع ده عشان حالك تختار لي منهم برضو انت اللي اختارت الأربع حالات دول وانت اللي هتختار منهم أحسن الأربع حالات طبعا حالة طبعا سيراميكا وغازل المحلة لعامر عامر أول واحد دي من الكرات الصعبة قوي 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 الراجل لم وشاط يعني لف وشاط كرة صعبة قوي على عامر تلعة بشكل كويس قوي بشكل كويس قوي 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 يعني من الكرات الصعبة قوي لعامر بص يا كابتن كريم الراجل لف وحطه وش رجله وراح بعيد راح بعيد عن عامر ولكن عامر هنا بقى بص كاف في ايده كله درب الارض وعلي يعني مهارة مهارة عامر قدها بشكل كويس قوي قوي يعني فدي من الكرة الصعبة في المبارات ديات عشان كده أنا اخترت اللقطة دي من الافضل طيب نشوف اللي بعده هادي واحدة واحدة العامر عامر دي طبعا لأحمد الشيناوي برضو نفس الفكرة يا ريت نرجع برضو عشان بس بص يا كابتن طبعا الراجل برضو بيشوت من هنا يا كابتن كريم من مسافة ايه بعيدة انا ها امشي شوية بقى اوقف بص الشيناوي فين ايه رايك التماركز دا ولا التماركز اللي كان بكورش كبالة هتلاقي هنا فين صح رايب رايب جدا من خط المرض اهو راح برضو بالايه بالعكسية الايه الشمال وبقى كتفه موازي لخط المرض بص هو نازل بص كتف بص كتف اليمين منتاز فدي برضو من الكورات اللي يعني التكنيك بتاعها حلوة اوي يعني مهارة عنده موهبة كده عندنا عامر عامر واحمد الشيناوي بص يا كابتن بص رايح فين اهو طب طلع بيدي العكسية الشمال وهو نازل هتلاقي نازل كتف اليمين موازي الخط بص كتف اليمين فين بص موازي الخط المرض طلع بشكل كويس اوي اوي دي طبع علاقة مهمة جدا 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 ودي انا باعتبارها من احسن كور للعواد كورة دي برضو زي ما كنا نكلمنا على عواد في كورة قبل كده في مصر بيرمز النهاردة الراجل دي راح يجيب جون والنتجة لسه فينة بص نتجة كم سفر سفر دي جول ولكن هو تمركزه الاولاني هو اللي خليت طلع الكورة دي كورة صعبة اوي اوي فانا بحيي عواده على انه بركز انه الاتصال موجود واخد البعد صح فكورة مكورات صعبة دي برضو العواد يعني انا جبت اتنين العواد بس دي صعبة اوي فانا انا يعني لو بنختار افضل لاتة في الواقع هنختار دي هي دي افضل لاتة في الاسبوع اه طبعا انا شايف دي وكورة عواد في مكورات بس انت اختارت دي القطر انا اختارت دي طبعا لانه زي ما قلتلك النتيجة النتيجة واحد صفر وفرقت في المبرانة النهاردة وكورة عواد برضو مع سفيرتشار صفر صفر وازا باري تكسب في الشيط التاني في الاخر فالكورتون دول انا باعتبارهم افضل افضل كورتين انا اختارت كورتين العواد دي ابرزهم يعني اه طبعا عينوا على الكورة انا عايزك تبص العواد بعد ما كورة تحطت بالعرض بص عواد غير التمركز بتاعه وراح عينوا على الكورة مستعجلش بص بص هو بيحطها عبدالله السعيد وعبدالله بيحطها بالعرض بيرجعها تاني ايوه امشي 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 بص عواد بص راح عينوا على الكورة ها بص كمل 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 بص عواد وقف وليب عليه رد فعلي مش طبيعك طبعا 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 صعبة جدا طبعا كورة صعبة فدي انا باعتبار دي احسن صده في الاسبوع في الاسبوع وبالتالي مش محتاجة اسألك مين افضل حالس في الاسبوع لا عواد صحب صحبت اخترت له حالتين كمان حالتين لا عواد افضل حالس في الاسبوع الامانة يعني مباراة دي ومباراة بيرامدز مباراة فيوتشر مباراة سوري فيوتشر هو احسن يعني يستحق ان يبقى احسن حالس في الاسبوع افضل حالس في الاسبوع طبعا طبعا